مشاهدين التاسعة صباحاً ومعدة مع مجاز الأهم الأنباء ممن الشرق ويتفضل يا ممن شكراً لكي جمالة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم يلتقي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي اليوم عدداً من قيادات حركة فتح الفلسطينية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة كانت القاهرة قد استضافت اجتماع حركتي فتح وحماس برئاسة محمود العلول نائب رئيس حركة فتح وخليل الحياة عضو المكتب السياسي لحركة حماس لبحث العدوان على قطاع غزة وتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني استشهد خمسة وعشرون فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي تفاح في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة وقصفا طيران الاحتلال مربعاً سكنياً كاملاً في بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى لارتقاء 22 شهيداً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وعشرات الإصابات والمفقود كما طل القصف أربعة منازل جميعها مأهولة بالسكان ما أسفر عن وقوع أكثر من 30 مصاباً وأربعة عشر مفقوداً ما زالوا تحت الأنقاط كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي تفاح شرق مدينة غزة وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة أشخاص استشهدوا بينما نقلت عدة إصابات إلى المستشفى الأهل العربي المعمداني في مدينة غزة بعد قصف منزل في حي تفاح أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة من حيفة بواب من الصواريخ في ذات السياق أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهدف تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بوابة فاطمة في محيط بليدة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثمانية أشخاص وأصابت ثمانية آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على البسارية والهرمل في مدينة بعلبك وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة ثلاثة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على البسارية بقضاء صيداء جنوب لبنان كما قتل خمسة أشخاص وجرح خمسة آخرون في غارات على بلدة الهرمل في بعلبك دع الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى الكف عن استهداف عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفال المنتشرة في جنوب لبنان جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بيت الأبيض حول الإعصار ميلتن كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفال أعلنت إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السريلنكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية والحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين محذرة من أن قواتها تواجه خطرا شديدا كما نددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مطالبة بوقفه فورا أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بالتوصل إلى حال ديبلوماسي دائم للصراع عبر الخط الأزرق يطبق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شدد بلينكين على الدور الرئيسي الذي سوف تلعبه مؤسسات الدولة بعد انتهاء النزاع والحاجة إلى ملء المنصب الرئاسي من خلال الوسائل الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب اللبناني من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل مضيفا أن على الدولة اللبنانية فرض نفسها وتولي زمام المسئولية مشددا في الوقت ذاتها على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد نهاية مجاز التساعدة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ببعض الفاصل اشتركوا في القناة